اشتركوا في القناة في شكل فورم في شكل استمارة كده منظمة ومرتبة وللسنة التانية على التوالي معانا جوائز للناس اللي هتكسب او الناس اصحاب ادق توقعات الحلقة اللي بنعملها دلوقتي دي بقى مش تقليد سنوي بس ان شاء الله في المرات اللي جاية تبقى تقليد سنوي اللي بنعلن فيها عن انطلاق المسابقة بقول فيها توقعاتي انا شخصيا للناس اللي هتفوز ونتناقش في الفئات الكبرى والكلام ده كله وبعدين ندوس في الحوارات اللي ان شاء الله بإذن الله حيبقى فيها تغطية مباشرة على البث بتاعنا على نيمو اللي العنوان بتاعه قدام حضراتكم على الشاشة ده البث بتاعنا تقدروا تتواجدوا عليه علشان هنعمل ليه تغطية الاوسكار الا لو حصل حاجة تقنية مناعتنا من ده ما بنزعش حفلة الاوسكار بنزيع ردود افعالنا وبعد كده بيحصل لها منتاج وبتتواجد على يوتيوب ده العادي بتاعنا بتاع كل سنة المختلف بس السنة دي انا حيبقى فيه تغطية حية وقت اعلان الجوائز ان شاء الله لو كل حاجة مشيت بشكل كويس خلونا بقى افرقكم على الفورما بتاعتنا واشرح لكم الجايزة والكلام ده كله بتقولك ايه بقى مسبقات مسبق التوقعات جوائز الاوسكار ال92 من فيلم جامد توقع الفائز فيه 15 فئة من فئات المسابقة مش فئات المسابقة كلها لان فيه حاجات تانية ما بتبقاش مهمة قوي بالنسبة لكل الناس وشايف انه هو مش من العدل انها تدي لحد ميزة في النقاط او تسحب من حد في النقاط خصوصا لو كان توقع زي ايه بندرب نار في الهوى فاحنا بنتنافس بس او بنتصابق او بنحاول نتسلم مع بعض يعني في 15 فئة من فئات المسابقة سجل توقعاتك قبل موعد حفل الاوسكار يوم 10 فبراير عشرين عشرين 10 فبراير دوت لو انا فاكر صح اللي هو الكنين صح 10 فبراير هو الكنين ان شاء الله يعني يوم الحد لما نصهر قوي 3 الصبح بتوقيت مصر ان شاء الله الحفلة تبتدي كل المطلوب هو الاشتراك في قناة فيلم جامعة على يوتيوب مهم جدا الناس تكون مشتركة في القناة على يوتيوب وديس على الجرس عشان تجي لها تنبيهات بكل الحلقات وكل الحركات بتاعتنا داية وده شرط اساسي للفوز في المسابقة لو كنت من الناس اللي هتكسب مين بقى الناس اللي هتكسب دي وتسجيل التوقعات قبل حفل موعد اللي باستخدام البيانات الصحيحة للإسم والعوان البريد الإلكتروني استخدام البيانات الصحيحة للإسم والإيميل يا جماعة مهم جدا لان فيه ناس بتكتب إيميل ما بيبصوش عليه وفيه ناس بتكتب إيميل غلط مهم جدا الإيميل يكون صح لان هي دي طريقة التواصل الوحيدة مع الناس اللي هتكسب إن شاء الله أصحاب التوقعات الأصحة في المركز التلاتة الأولى حيفوزوا باشتراكات لمدة ثلاث شهور على نتفلكس الأعلى أعلى الثلاث أرصيدة لو فيه ثلاثة خمستاشر لو فيه أكتر من ثلاثة هنشوف هنحلها إزاي بس المهم إن أعلى ثلاثة اللي حطوا توقعات صح هيكسبوا معنا كل واحد اشتراك لمدة ثلاث شهور في نتفلكس عارف إنها مش جايزة كبيرة قوي إن شاء الله في المرات اللي جاية تبقى أكبر من كده بس حسيت يعني إن لازم السنة دي يبقى فيه جايزة للناس علشان الدنيا تبقى يعني معرفش نقول عليها الشيء رمزي بحاول أقول لحضراتكم بيه شكرا على قدر المستطاع في الوقت الحالي يرجى التأكد من الاشتراك في القناة وتسجيل عنوان الإيميل صحيح لأنه طريقة التواصل الوحيدة مع الفائز لو كاتب إيميل ما بتبصش عليه لو حد في حضراتكم كاتب إيميل مش صحيح يبقى مش هنعرف نوصل لكم هي دي المشكلة بتاعت الموضوع تعالوا بقى نعدي مع بعض على الفورمة نفسها وخلوني أنا أسجل بنفسي مبدأيا كده أكتب بس إيميلي واسمي ده الإيميل وده الإسم وضروري أخد دالي إن بكتب إيميل صح عشان ما حصلش مقلب وبعدين نبتدي نخش في الجزء الخاص بالتوقعات من سيفوز بجائزة أفضل رسول متحركة أنا مقدرش أقول لكم إن أنا تابعت كل موسم الجوائز ومين كسب أنهي جايزة وكلام زي ده فأنا شخصيا هروح مع أنا من الأفلام دي كلها اللي شفته هو كلاوس متاح لنتفلكس عيب علي أن أنا ما شفتوش بس يا عم بس يا عم بس يا عم متاح عيب علي أن أنا ما شفتوش حاول حاول أكون إنسان أفضل من كده شوية بس عشان سامعت أنه هو تكسب في كذا جايزة من سيفوز بجائزة أفضل تصوير أنا ميال لروجر ديكنز عن نينتين سفينتين ومش هتفاجئ لو جوكر هو اللي كسب مين اللي حيفوز بجائزة أفضل مؤثرات بصرية أنا ميال لأفنجرز أند جيم من سيفوز بجائزة أفضل منتاج أنا ميال لدي آيرش من من سيفوز أنا هنا جماعة بقول توقعي للي حيفوز مش تفضيلي الشخصي تفضيلي الشخصي ممكن يختلف شوية مثلا للوقت يبقى تكلم على توقعات أنا عايزة أكسب الاشتراك لما أخذ هو مش أنا اللي حطلع على الاشتراك بس عايزة أكسبه برضو من سيفوز بجائزة أفضل فيلم عالمي اللي هو قبل كده كان اسمها فيلم غير نطق باللغة الإنجليزية ودي يعني دي واحدة من التوقعات العيب قوي حد يجب أخر اللي هو نظام عارف أنت لما تخش انت حان تجيب صفر رغم أنك ممكن تاخد درجة لو كتبت اسمك فتوقع بارز زيت وإن شاء الله بإذن الله على الأقل حتجيب نقطة على الأقل من سيفوز بجائزة أفضل موسيقات السورية أنا ميال جوكر مع مع التليفون ده ما بيرنش مرة واحدة لازم يجو تلاتين ورابعة أنا ميال جوكر وشايف أنه هو الأحق دي من الجوائز اللي أنا فيها توقع وتفضيل في نفس الوقت في حاجة تانية كويسة ناينتين سيفنتين هاي المشكلة بس الموسيقات بتاعته ما كانتش متنسقة في رأيي مش كل المقاطع شبه بعضها ما تحسش أنها طلعة من نفس القماشة مارج ستوري حلو جدا ستار وورز ما شفتوش لتل ومم ما شفتوش من سيفوز بجائزة أفضل أغنية اهي دي بالنسبة لي أنا شاط ان دا دارك تماما أنا معرفش حقيقة معرفش يعني بس هجود روكت مان مين اللي حيفوز بجائزة أفضل سيناريو أصلي أنا شايف أنه ودي ممكن برضو أحط عليها حتة رهان مش قوي يعني بس برضو ميال لها حشويتين من سيفوز بجائزة أفضل سيناريو مقتبس ميال لدي آيرشمان بس هنا توقع مش متأكد منه خالص أنا معرفش إذا كان مش شايف أن جوكر بعيد ممكن يكون له إمكانية كبيرة مش شايف أن دا تو بوبس بعيد جوجو رابت ولاد الومن ما شفتوهمش من سيفوز بجائزة أفضل ممثل في دور مساند ممكن دي دلوقتي أنا من بداية موسم الجوائز كنت بقول أنها ما بين براد بيت وما بين أل باتشينو وما بين جو بيشي أنا شايف لو بتكلم على تفضيل الشخصي أنا حقول أل باتشينو بس مؤخرا في موسم الجوائز لا الكافة بتدت تميل بشدة تجاه براد بيت فأنا حجوة براد بيت على سبيل التوقع أفضل ممثلة في دور مساند دي تاني درجة يبقى عيب قوي لو حتى ما جابهاش في رأي الشخص على فاكرة طبعا أنا عملت دلوقتي يعني إيه قفتي للصبح يعني إحنا بنحط من المؤشرات ممكن في الآخر كل إنا نلبس مقالب في الحاجات دي ممكن الله أعلم برزايت ما يكسبش مستبع دا فاشخي لورا دورن ما تكسبش ما عرفش مين عارف مين عارف مستبعات جدا بس مين عارف ممثل في دور رئيسي دي ألعن من برزايت شويتان يعني إنت لو ما قلتش خوكين فينيكس يبقى أنت غالبا معكس يبقى أنت غالبا رايش شي أعضاء اللجنة أعضاء الأكاديمية ولا بتاع وبناء علي أنت عندك معلومة احنا ما نعرفهاش رئيس غير كده أنا مش شايف أي سبب تاني من ستفوز بجهزة أفضل ممثلة في دور رئيسي رينيز الوجر وإن كانت دي دلوقتي في رأيي الشخصي أصبحت أكتر فئة في التمثيل محدش متأكد منها يعني دي مش نهائية كنت دايما بقول أن أكتر فئتين فيهم منافسة في التمثيل هم أفضل ممثل مساعد أفضل ممثلة في دور رئيسي دلوقتي أفضل ممثل مساعد الرابط تتحسم شكلها كده في طريقها للانتهاء أفضل ممثلة في دور رئيسي لسه شوية ولو أني أنا شخصيا ميال رينيز الوجر وشايف أنها في الأغلب هي اللي حتكسد أفضل إخراج أنا بقول سام منداز أي حد من الناس دي ما تضايقش منه أي حد من الناس دي ما تضايقش منه الصراحة بس بشكل متفاوت يعني سام منداز أنا شايف أنه هو الأحق والمتوقع حقول وراه بالنسبة لي أنا مارتن سكورسيزي دي آيرشمن وراهم كوينتين تارنتينو وانس ابونا تايمون هوليوود وراهم بارزايت وراهم جوكر على مستوى الإخراج ولكن أنا مش شايف أنه في حد هنا أحب أن نطلعوا بر الصورة أو حاجة زي كان أفضل فيلم من أفضل السنين اللي ممكن نبص عليها حتى مع الوضع في الاعتبار الأفلام اللي أنا ما شفتهاش من دي والأفلام اللي أنا ما شفتهاش من دي هي جوجو رابت لتل ويمين وبس أنا شفت الباقي كله حتى اللي ما شفتوش اللي بسمعه عنه يعكس كل أنواع الاحترام والتقدير اللي في الدنيا وجيزة أفضل فيلم عموما مؤخرا بقت جيزة نقدر نقول جوه الأوسكر وضعها تكريمي شوية عن كونه تنافسي آخر جيزة خالص الناس قولي لها بقت تبص عليها رغم أنها طول عمرها أهم جيزة على الإطلاق أنا حقول رغم أنه هارفين كويس جدا أن تفضيل الشخصية هو دي آيريشما كده أنا خلصت فوقعاتي كلها وأوعدكم أني مش هعدلها رغم أني بالنسبة لحضراتكم لو حبيتوا أن أنتوا تعدلوهم في المستقبل هتعرفوا تعدلوهم بسم الله ما شاء الله احنا عندنا كابتشا كمان وحاجات زي كده يا جماعة باحنا مكلفين السنة دي يا جماعة يا جماعة احنا مكلفين أمناطة روبوت أوعدك قول لي بقى قول لي أن أنا عملت كويس قول لي أن أنا عملت حلو أنا تسبت الحمد لله تم تسجيل توقعاتك بنجاح نتكلم بعد إعلان الفائزين إن شاء الله هو ده الموضوع يا جماعة هي دي توقعاتي هي دي المسابقة عاوزين نحط من رقم القياسي للمشاركات على فكرة إحنا عندنا يعني الجائزة تم الإعلان عنها على تويتر وعلى فيسبوك تقريبا من ساعة الربع ساعتين الربع يا سوري ساعة خمسة واربين ديائق أو حاجة بالطريقة دي وحتى الآن عندنا صبع مية خمسة وستين مشاركة تابعونا على السوشال ميديا تابعونا على تويتر المهمة والكلام ده كله أعتقد أنها هتبقى مسلية وتمنى أن أنا أكون جاوبت كل الأسئلة بتاعت الناس في المسابقة الأوسكار السنة دي والأمر دلوقتي في إيديكم لو عندكم أي اقتراحات للتغطية السنة دي أو لتحسين المسابقة وطريقة التغطية تاعت الأوسكار في السنين الجاية ياريت تقولولي عليها في الكومنس ألف شكر ياريت تعملوا شار و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وافتكروا أن الاشتراك في القناة مهم جدا للفوز في المسابقة ودوسوا على رقق على الجرس عشان تجيلكم الحلقات أول بأول تابعونا على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وبي باي